موسيقى أسهل خير مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج من الحياة أفرجت بالأمس لجنة العربة على مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعيين هذه اللجنة وهو الآن بين يدي الأحزاب السياسية لمناقشته وإثرائه جدير بالذكر هنا أنه قبل ثلاثة أيام فقط من الآن تم تسريب مسودة القانون العضوي للانتخابات ولكن تختلف نوعا ما في بعض النقاط عن المسودة التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية هذه الأخيرة التي بدأت تتفاعل نوعا ما مع هذه المسودة بعد أن شهدت الأحزاب في الآونة الأخيرة سوباتا وجمودا لم يسبق له نظير فهل ستنتعش هنا الآن الساحة السياسية بعد الإفراج عن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات وبالعودة إلى لجنة العرابة وبعض المقترحات في هذه المسودة فإن اللجنة تقترح النظام النسبي على القائمة المفتوحة ويترك حرية الاختيار للناخبين ويقترح أو تقترح اللجنة المناصفة بين الرجال والنساء في الترشيحات ما عدا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة أما فيما يخص المستوى فقد لجأت اللجنة إلى اقتراح وجود الثلث من أصحاب المستوى الجامعي في القوائم الانتخابية كشرط لقبول القائمة وهناك أيضا الكثير من النقاط الأخرى التي سنحاول إثراء هنا مع ضيفية الكريمين في الاستوديو الأستاذ حمزة برش الناشط الحقوقي والسياسي مرحبا بك أستاذ حمزة أهلا لناساء الخير وأسعد أيضا باستضافة النار برلماني السيد فتح كوشي مرحبا بك أستاذ فتح مرحبا بك في البداية دعونا نواضح بأن هناك مسودتان خرجتان للساحة السياسية المسودة الأولى ظهرت منذ حوالي ثلاثة أيام أو أربعة أيام مسودة مسربة تختلف عن المسودة التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية في بعض النقاط وأن الكثير من النقاط تتشابه أستاذ حمزة طيب ما هي قراءتك لما الأولية طيب لأنه مش ممكن أنك تفصل فيها يعني في يوم أو يومين قراءتك الأولية لهذه المسودة أستاذ حمزة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على صرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن ولله بإحسان اليوم الدين أما بعد أشكرين على الاستضافة كما أشكر سيد النائب كوشي فتحي حضوره معنا في هذه الأمسية شكرا أولا على كل حال كانت طموحاتنا أكبر نعم كانت طموحاتنا أكبر بالنسبة لقانون العظيم متعلق بالانتخابات كنا ننتظر تسهيلات في بعض الشروط للترشح خدمة للقوائم الحرة بما أن كانت إرادة رئيس الجمهورية هي فتح الباب للشباب وتحفيزهم من أجل الترشح كان المفروض أنهم يخفوا شوية عبء شروط الترشح ولكن هكذا جاء القانون ولكن يبقى مسودة قابلة للنقاش قابلة لإثراء لما تتم توزيعها بأمر من السيد رئيس الجمهورية على المجتمع المدني والفواعل السياسية في البلاد راح يثرا يتم إثراءه إن شاء الله تضاف إليه بعض المواد التي حقا تسهل عملية الترشح وعلى الأقل تكسر جدار العزوف للشباب لأنه لاحظنا مؤخرا كان عزوف كبير الآن القوائم قانون الانتخابات لاحظنا في بعض تعديلات جوهرية فيما يخص مكونات القوائم الانتخابية بين الذكور والإناث وبين فئة الشباب هذه الأمور كلها مستحبة لاحظنا أيضا وجود ما يسمى الاقتراع النسبي راح تكلمة تادوليس وبالتالي راح تمعها فكرة شكارة قال لنا راح تدادوليس جيب شكارة تاعك ومدها الرئيس الحزب يديرك على رأس القائمة وبعد انت بدراهمك جيب الناس اللي عندهم الشعبية يلموا لك الأصوات عشان انت رئيس بلدية وتواحد ما يحبك إذن هذا الفكرة راح تود وبالتالي الآن راح تفتح مجال والناس كلها كانت تهرب من ترشح في الأحزاب العتدة لأنها كانت تمشي بهذا المفهوم وبالتالي الآن أي مواطن بسيط من خريط في حزب يقدر تكون عنده حرية وعنده شجاعة باش يترشح لأنه يعتمد على سمعة تاعه هو موش يقدر يجيب لأنه الآن اللي روح ينتخب في الصندوق راح ينتخب على الوجوه موش راح ينتخب على القائمة ككل يختار قائمة على الحزب ولا قائمة الحرارة اللي يفضلها في نفس القائمة في حذاتها موش مجبر باش يفوت تدوليست فعلا قادر تدوليست هذك بيضيح تسوط ويقارو حوالي مفاتش وبالتالي هذا الأمور الإيجابية كان أمور سلبي أخرى أنت قلت سيد خمزة أن هناك تسهيلات أكبر كنا ننتظرها من هذه اللجنة للسماح للقوائم الحرة بالتقدم والترشح وغير ذلك ألا تعتقد بأن هذا المشروع أو المشروع التمهيدي نعم جاء نعم بالكثير من التسهيلات للقوائم الحرة سيدعم نصف يعني الشباب نصف قضية النفقات في الحملة الانتخابية والكثير من المزايا الأخرى لا شوف قضية النفقات أمر ثاني لأنه قرون العضو يحددها نفقات متعليقة بأمور تقنية بالإضافة كما نقول المطبوعات التأجير للقاعات لتنشيط الحاملات الانتخابية هناك أمور تقنية بحثة حتى هذه الأمور تقنية سيساعدهم في حدود 50% فقط لا يوجد تحفيزات كبيرة ثاني حاجة أعتقدنا إنسان يكون موضوعيا سنعطيك تحليل موضوعيا بعيدا عن الأبعاد السياسية أنت لما الآن تفضل قائمة على قائمة بمجرد أنها تلك القائمة تحتوي على 100% شباب أقل من 35 سنة على أي أساس المواطنون المتساون أمام القانون هذا مبدأ أساسي في الدستور أنت لما تحاول تسعى باش تدعم الشباب وتوفر لهم تنقص عليهم عبء المصاريف أنك تدعمهم في خدود 50 مليا في أمور محددة معينة في الحامل الانتخابية هذا يعتبر تحيزة ما في نظره يعتبر تعيوني أنه راح يمس بأحد أهم المبادئ الأساسية بدستورية تساوي جميع المواطنين أمام القانون ولكن ربما السلطة تنظر البعض يقول بأنه سلطة تنظر إلى الشباب لأنه عازفون طيلة مراحل ماضية تحاول تشجيعهم الآن والإخراط في الحياة السياسية يا أخي إلاك أن نجاوب في نقطة أبقى نخلي المجال السيدنا يبقى أنه كثرت عليه اليوم الشباب ليس بالضرورة لازم تعاونهم دعمهم غير في الانتخاب دعمهم حتى في منصب تاعد الدولة دعمهم في الوزارة دعمهم في أساسات الجيش المسؤوليات في كل مسؤوليات على هذه المتحصاب تدعم الشباب غير في الانتخابات في مجالس المنتخبات وغير ذلك أستاذ فتحي هل فعلا هذا المسودة الأولية القابلة للإثراء والنقاش وغير ذلك لم تكن بمستوى الطموحات التي كان يتكلم عليها الأستاذ حمزة كان من المفروض أن يكون هناك تسهيلات أكبر للقوائم الحرة وغير ذلك شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين أولا هذا المشروع القانون العضوي هذا أتى بـ 62 تعديل 62 مادة معدلة أو جديدة فيها ما هو إيجابي بالنسبة للعملية الديمقراطية للعملية الترسيخ الديمقراطية في العملية الانتخابية ولكن في نفس الوقت فيه بعض النقاط التي أعتبرها شخصيا وهذا رأييه الخاص أنها سلبية بالنسبة إلى تسوي الحقوق بالنسبة للمواطنين أو المترشيحين للانتخابات فيما يخص قضية الشباب وقضية المرأة حتى إذا أردنا أن تكون القوائم متناصفة ما بين المرأة يجب أن يكون هناك تعديل في المجالس استخدام بناديات التي يقل عدد سكانها عشرين ألف نسبة إيه يجب أن يكون تعديل بالنسبة للمجالس المنتخبات ويجب أن ترفع النسبة الحالية بثلاثين في المئة إلى خمسين في المئة من المقعد لازم يكون تساوي في المجالس كذلك مدام أن القوائم لازم نجبر المطارش أو القائمة أن يكون فيها خمسين في المئة نساء خمسين في المئة رجال إذن نرجع إلى المجالس وتركيبة المجالس أن تكون خمسين خمسين بهذا الطريقة في المجالس المنتخبية قد جسدنا هذا ولكن هذا تعود إلى إرادة الشعب يعني هذه في الاختيار لما تختار ممكن أن تختار خمسين خمسين لا أنا جاءت لاختيار النسبي الاختيار النسبي كذلك أنا من وجهة نظري قد يكون الاختيار هذا بالنسبة النظام النسبي قد لا يفرز نخبة نوعية أو منتخب نوعي قد يطرأ عليه ونحن نعرف وضعيتنا جزائريين وحالة حالة اجتماعية أن المنطقة العشائري والجهاوي والعائل يطغى في الانتخابات قد يكون في الاخير نجيب مجموعات 30% من الجامعيين 30% مؤهلين من الشباب عندهم تأهيل عندهم كفاءة وفي الاخير يخرجون لنا مجموعة واحدة أخرى اللي ما عندها حتى ولكن هذه تعود إلى إرادة الشعب إذا الشعب ما أراد أن يكون أمي المادة السبعة وثمانيات تعطيه ولكن في هذه الحالة مبدأ النوعية المنتخبين النوعية المنتخبين لماذا نضع عراقيل بالنسبة للقوائم الانتخابي نطرق للناخب بالنسبة للقوائم والطرشحات إذا نطلق نخلي الناخب هو اللي يختار الشخص اللي يناسبه خاصة بالنسبة للبلديات لأن تصير البلديات يحبين أو كرهن يخضع المبدأ العشائري يعني خاصة في الجزائر الداخلية والجزائر العامقة ونشوفه الشمال الجزائري والجزائر العاصمة ونشوفه الداخل الجزائري لو ما يكونش من العرش ما يفوتش ما نصوتش عليه هذه الترقيبة المجتمعية للشعب الجزائري هذه هي حقيقة إذا نظن بالنسبة المرحلة هذه زيد على ذلك أن الناخب في حد ذاته هل الناخب في حد ذاته مؤهل مئة في المئة عنده ثقافة سياسية أنه عنده كفاءة علمية أو مستوى علمية أنه يروح ويقرأ ويختار الحقيقة أنه لا بد عليه أن يقرأ ويختار لا بد عليه ولكن واقعنا هل كل الناخبين يقرأ ويختار يقرأ يقرأ نظن لكن هذه ما عندناش تتصروا كنا ننتظر أو حتى قانون الانتخابات لا يمكن أن يفرض طبيعة الحال هل تعتقد بأن هنا أستاذ حفظ هذا سيكرس العزوف سيكرس العزوف مرة أخرى ويقرأ ما هو الحال ما هو البادل الذي يختار سيدي كنا نتمنى حقيقة أن نفرض الشهادة العلمية على الكل الكفاءة والكفاءة المهنية الكفاءة في التسير لأن هناك من لا ليس لهم شهادات علمية ولكن أكفاء في التسير أكفاء في التسير طيب أستاذ حمزة لا تعتقد بأنه ربما لجنة العرابة أرادت أن ترمي الآن الكرة في مرمى الناخبين قالت لهم مزيج بين الجامعيين الشباب وفوسي فساء آخرين من يعني ذو المستوى أو عدمي المستوى والناخب هو الذي يعني يتحمل مسؤولياته سواء خرج بطال أو أمي أو جامعي أو دكتور أو بروفيسور هو من يتحمل مسؤوليته في ناية نظر شو باش نتفق على أمر أساسي هذا الناخب لي روح ينتخب قبل ما ينتخب ويختار الأشخاص يكون الحمد للطلاع أول ما عنده علاقة بالمستوى ثاني حاجة عندها علاقة بالبرامج أو كما قال سيدناي عندها علاقة بالعلاقات العشائرية التي أصبحت ضيقة جدا الحمد لله ما لنهاش كما ليبيا تطورنا شوية لبقات شوية بعض المدن الداخلية وفي الأرياف لم تزال تمشي بالعشائرية حبيتها تفوت في الانتخابات يجب من العرش ممكن سيصطدمون بواقع آخر صعيب اللي هو في بعض البلديات حتى وإذا كانت نسبة السكان فيها أكثر من 20 ألف قد رطيح في بلدية مستحيلة القامرات ترشح لك من المستحيلات السبعة وبالتالي القائمة رح تقصي مع أن تفذيك البلدية ممكن هذا الإشكال القانوني شكرا رح يحلهم من بعد هنا حسرت في السابق 30% فقط الآن تم رفعه إلى النصف صح الآن المشكلة المتروح حتى فيما يخص المناصفة بين النساء والرجال هذا أمر أعتقد أنه أمر عباثي لأنه لماذا نرجع المعطيات العملية العملية الانتخابية في القانون السابق حتى الكلاس متاع المرأة الترتيب المرأة يشترطوا عن قائمة تندير تندير يسمى دايما حتى وإذا كانت كلاسات الكاتريام وديتو ثم قاعد ثالث هذا ما يفوت تفوت في بلاستو المرأة هذا ما كشفي هذا المشكلة لا يكون لأنه لم يكن ترتيب الآن الآن رأي انتخاب نسبي عندي قائمة فيها عشرين واحد فيها عشر نساء وعشر رجال ونجب أن تفوت على عشر قد نكون على عشر عباد ونكون على رجال ونكون على رجال ونكون على نساء يعني تلقى المجلس لا يوجد حتى مرأة ممكن هذه حالة تحدث مثلا نحن في بلدية ممكن نشاهدوا يعني برلمان قادم أو مجلس منتخبة قادمة ما فيهش نساء لأنه كوطة ربما في بعض الأحيان في السابق هذه هي سيادة شعبية هذه هي سيادة شعبية نتهمها بباد المنطق لأنه انت باش تفرض علي أنك لازم تطلع عليه مرأة والشعب رافض أنه المرأة لكن سيفتحي يقولك ما وش مؤهل الناخب في بعض الأحيان كمان ما وش مؤهل باش ينتخب ما وش كم الناخبين هناك مجموعة ما نقدرون يعني إذا شفنا الواقع الجزائري هناك مجموعة من الناخبين ما يقرأ وش ما يقرأ وش وش يقرأ في اختيار قائمة وش يقرأ في اختيار قائمة لا عرفك سيزاك يراك جاري ونعرفك إنسان طيب ومترشح في قائمة ومتخبع لك حاسب الأسماء لا اسمح لي القائمة فيها اسماء وتروح تحدد أولئك أصور حسب لا اسماء فقط حسب وش كايين في القانون ماذا؟ نظرك البلتان كي يخرج البلتان ثمان ولكن مبدئيا قائمة القائمة دون الصواب ولازم تكوشي على عدد على عدد المقاعد لا لاس الشرط أنك تكوشي على عدد المقاعد لا يتجاوز عدد المقاعد تقدر واحد فقط ولكن لا تتعدى عدد الواقع إذا إنسان ما يقرأش راح يكوشي يا الله فقلات كوشي واحد زوج لماذا أنت كماذا يموقع لما يقرأش ويدينه يطفئ إذا تعديت العدد هل يلغاغ أو يبقى لا لم يحدد لا حددها لا تعتقد أن هذه الإشكالية قانونية سنكون أمام أوراق ملغات بالمجم شوف أستاذ زاكي أستاذ ناب المحترم شوف مستحيل بش شعب كل يكون واعي هذه وحدة ثانيا راهي راهي كي نحاملات نعلى لكن نحن إذن وش كون هو الدور نحن الإنسان يروح يترشح طبقة سياسية أو ترشحنا قبل ما يعرض البرنامج الانتخابي في قاعة المحاذارات التي ستخص الانتخابات المفروض عليه يخصص عشر دقائق يوعيو الناس في العملية الانتخابية كيف تتهم حتى للسلطات يكون راحظنا في كل الانتخابات توعي الناس عملية الانتخابات كين أمور تقنية صحيح؟ هل هي اسكب الاسم اللقب فقط ولا الاسم اللقب والسن والصورة لأنه كين ناس لا يقرأوا شيئا وقدر حتى بلون ربما مع الصورة يقدر يفرز الشخص الذي يريده كين الإنسان تعرفوا أنت في وجه ونحن تعرفوا بالآسم وهل القائمة تجيبها نواري بلون تجيبها ونكولر هذه كل الأمور التقنية المفروض أن القانون العضوي للانتخابات يحددها القانون العضوي نعطيك نقطة ثانية إيجابية نقطة ثانية إيجابية المتعلقة بتعلك الكوشاج تشطب على أو تدير إيكس أمام الإنسان المطالب للانتخاب الآن حتى في حالة تزوير بكري كانت بيلتا عمر هاق يساف الصندوق الآن يعني تصعب عليهم الأمور عندك قائمة ولازم تبدأ تشطب بالواحد وتغلق وتحط الصندوق سوف يحتى في عملية الزوير ستكون أصعب نوعا ما تأخذ أيام ربما لا تأخذ أيام بالعكس بالعكس لا تأخذ أيام تماما بالعكس عملية الفرز سهلة جدا لأنه لما خطر للهج الإنسان يرمي الورقة اللي يفوطع لها ومن بعد تبقى برك يتجبد الورقة قال عندي بلدية دوودة مثلا فيها تسعتاش المقعد يشوف برك قال بالأسماوات خطر علاش فيها 29 رأي عندك مئة شخص الورقة تعالفوط فيها مئة تعالف فرز الأسوات وتكوش على كل أسم طيب سأعود إليك سأفتحه لكن بعد فاصل قصير لو سمحت لي مشاهدين فاصل قصير ثم نعود إلى أسماء حضراتكم لاستكمال هذا النقرش ألم بكم مشاهدين في هذا الجزء الثاني من برنامج ميناء الحياة مرحبا بظيفية الكريمين مجددا أستاذ فتحي قضية النظام النسبة على القائمة المفتوحة لا تعتقد بأن القضية الشكارة والصراع المحتدم على رأس القائمة ستنتهي سنقضي عليها بشكل كبير أو أوسع مما كانت عليه في السابق أنا شكرا هذا النقطة مهمة بالنسبة للقوائم خاصة تصدر القائمة أنا أنه في كل مجالات هناك القيادة ويجب أن يكون هناك قائد لهذه القائمة قائد المجموعة قائد المجموعة إذن متصدر القائمة يجب أن يكون هناك متصدر القائمة فعلا يجب على الأقل الاختيار القائمة على أساس المتصدر ولكن الطريقة هذه المسبية هذه ما تخدمش مكافحة الشكارة والفساد واسمه لأنه الفساد والشكارة هناك عدة طرق يستعملوها والحمد لله أن هذا مشروع القانون جاء في الباب الأخر أنه تطرق إلى العقوبات العقوبات لكل من يعرق المساعد المساعد التزوير وكذا هذا جاء القانون سيردع هذا الأشخاص ولكن متصدر القائمة هو كان دائما مؤشر للناس تلجأ إليه لاختيار القائمة اليوم جاء طريقة هذا قانون مشروع القانون هذا سوف يفرز لنا نخبة من المنتخبين نخبة نوعية في المنتخبين ولكن لن يكافع بأي طريقة الفساد والرشاوي والسجراء الذم لصراف قضية تكريس الإرادة الشعبية هل هذا النظام النسب على القائمة المفتوحة يكرس فعلا بغض النظر هذا النكتلة الناخبة مؤهلة واعية غير واعية تتحمل مسؤولياتها في نهاية المطار ضحف سياقها وهي من تتحمل مسؤولياتها شوف نعتقد فيما يخص الشكارة كما مصطلح الله منحب نذكره ولكن هذا لا 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 تسمى الشكارة المال الفزد السياسي هذا أنا مثلا أنا مسؤول في حزب في ولاية من ولاي لات عندي قوائم لازم نديرها على مستوى البلدي وعلى بالي كان ما يسمى بالانتخاب النسبي وكلا كان ذو كنا نمشي بشكارة نمشي بشكارة مهم ليش أنا يشكر أنه صح هذا الوقت كانت الأحزب كلها تلجأ للناس لديهم الضراهم على يقولك باش يتحمل مسؤولية يعطيني حقينا وهو كتدوليس يتحمل مصاريف تتنقل تتجم وعادت عكذا تعقضها إنه حلي مشكل من رأسي وأقول لك بلنا الشعب يحب غريا كل بارك بمئة ألف تشريه وما يفكرون ويعتقدون ولكن الانتخابات الجاية بإذن الله إذا كانت تعديلات إذا كانت مشات راح تخلق الباب على مين فغير الصح من بعد ولكن شرط دائما نرجع عدم تزوير الانتخابات أليات مراقبة الانتخابات كيف يقول لك السلطة ما السلطة السلطة لا أنت لراه رئيس مكتب ورئيس مركز ورئيس 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 مواطن لا علاقة بالسلطة لما أنا كمواطن رئيس مكتب حافظ على مكتبي ورئيس مركز يحافظ على مركز حتى السلطة لا يكون مستحيل ثاني يا أخي لانت حبيت تفضل الناس تعطيك الدراهم باش دي لهم قائمة وغدو الشعب يرفض إذن الآن إذا قطعنا دابر التصوير الشكار لم يكن داعي لأنك من بعد لا تستطيع تسيطر عن البلديات لأنك لم يكن الناس على الشكار والناس لا يحب الناس المواطني لا يحب أو لا يتخب عليك إذا عجب في القائمة يكون شيء ليه ما عجب وما يكون شيء كين مشكلة واحد واخر ثاني كنا شاهدنا في الانتخابات السابقة يا صاحبي يجي كواحد أمي ما عنده سنة الرابعة ابتدائي مسحب معها عشرين أقلهم عنده لسانس جامعي ديروا معها في القائمة يخدم به يجيب به الأصوات وبعد يعيش هو رئيس تكون الطبقة السياسية والفوعل السياسية والمجتمع المدني يكون على قدر المسئولية لأنه الان مسئولية مرلقات على عاتقه باشي ثري وهذا النصوص القانونية بما يخدم المصلحة مع العمل الوطن لأن السلطة وحدها لا تستطيع تدير إذا كان الشعب راقد في داره يقول لا لما ندخل رواح ودولة فاسدة والنظام فاسدة في آخر المطاف راك فتحت المجال للناس يظل تطعام فيهم بالفسد روح ساهم وثري وكون تحالفات والأحزاب السياسية هي المسؤولة للإفراء والساحة السياسية عرفت مؤخرا أستاذ حمزة يعني سبات وجمود عميقة هل سيفطن هذا المسودات وفطن هذه الأحزاب السياسية التي دخلت تقريبا لا أهم أساس مجتمع المدني فكذا راح يكون المجتمع الجمعيات ولكن ما ترزعوا على الأحزاب السياسية ولكن الدولة لا تعتمد فقط على الاقتراحات لأنه علا أنت تتكلم على حزب مثلا راح الحزب وكل يعطيك اقتراحات تتعوه كحزب فقط ولي تساعده هو ولكن راح يتمد الإطارات أستاذة جمعين نقابة مهنية نقابة طلابية نقابة شبانية مجتمع مدني هذو كل ناس راح يساهموا لك أن يساهموا بما يصلنا للقانون عضو انتخابي صحيح الأحزاب السياسية هذي اللي راههم بين قوسين يتحين ضاثروا أكثر من ذلك سوبات اللي راههم فيه الآن الأحزاب السياسية جاء نتيجة الشعب النهار اللي الفضل الخلق السلطة السابقة الفضل معه كل أحزاب السياسية اللي كان تمشي في ذلك الفلك على ذلك الحال الناس نساحبت من الحياة السياسية خوفا من رفض الشعب لهم وبالتالي الآن هذه فرصة على الشعبات مزارة خايفة الأحزاب السياسية مش عب والآن تأكدوا نجد نعطيك حاجة انتخابات المحلية بإذن الله الجاية تشوف النتائج تعل إرادة على الشعبية تكون في صندق ولكن بشرط ما ينساق وراء الإعلام المظل اللي يقول لك ما تروحش وما تنتخبش وما تعدش القانون الانتخابات باش خلي الناس تدير رايها وبعد جين تتلوم في السلطة تماكش مشاركة راقد في دار وبعد تلوم نذهب إلى نقطة أخرى أستاذ فتح قضية الأربعة في المئة التي كانت في وقت سابق في القانون العضوي الحالي الذي يشتارت على الأحزاب السياسية من إحدى السياغ سواء جمع التوقيعات أو قضية أربعة في المئة للتقدم إلى الانتخابات هنا يقول بعض بأن السلطة وحافظت عليها في هذا المشروع التمهيدي يقول لك السلطة بأنه متناقضة مع نفسها من جهة تقول بأن هذه الانتخابات مزورة وغير ذلك ومن جهة تعتمد عليها كمعيار للذهاب إلى الانتخابات القادمة أولا نرجع بركل واحد النقطة فقط فيما يخص التزوير والكورة راي عند الأحزاب سنعود إلى قضية التزوير سنعود إلى الكورة راي عند الأحزاب الأحزاب هم إذا حبوا ينجحوا في هذه الانتخابات أو في أي انتخابات كانت ما عليهم أنهم يحكموا الاختيار للمترشحين تاحهم ثقافة المؤهلة الخبرة السياسية الخبرة الكافة الثيقة كذلك والنازاها إذا الحزب حب يخسر أو كما قال الأستاذ حمزة أنه بعض الأحزاب وهنا هنا واحد النقطة للحق على كل حال ما هو مش كل الأحزاب اللي يبيعوا المناصب أغلبيتهم ما نقدرش نقول لك لأني ولكن أنا نقول لك أنه حزب ما بعش المناصب الحزب اللي فيهم ما بعش أنا لم أدفع ولا سنطين من أجل تصدر القائمة أنت تصدرت القائمة أستاذ تصدرت القائمة وأنا نغلق القوس ولا طلبوا منك ولا طلبوا مني ولا سنطين لن نترشح وقضية تكاليف الحملة انتخابية تكفلت بها أنا آه ما هذا واقع الحمد لله الحمد لله لفض ربي ولكن قلت لك الأحزاب هما المسؤولين على القوائم تحو إذا حبوا ينجحوا يديروا قوائم ويديروا مترشحين في المستوى إذا حبوا يخسروا الانتخابات مع لهم إلا يبيعوا نرجعوا 4% إذا احنا رأنا أمام جزائر جديدة ودستور ودستور جديد فقط أن أنبه في المسودة المسربة يعني كانت هناك حكم انتقالي في آخر الصفحة يقول لك بأنه لا تطبق هذه الشرط أو هذه السيغة إلا بعد صدور هذا القانون يعني لا تطبق بأثر رجعي إذا ربما يصدر القانون وتطبق ولكن في هذه المسودة الموزعة للأحزاب السياسية فيها تدرج كسيغة كسيغة مؤقتا مؤقتا ربما في بعض إذا قلت لك إذا رأنا في جزائر جديدة نفتح الباب من جديد لكل أحزاب والأحرار وكذا وما تكونش فيه جمعة للتوقيعات وتدخل الناس كامل فيه على نفس الخط ولكن ستصبح فوضى طبيعة لا توقيع ولا أبعى هناك شروط هناك شروط للترشح هناك شروط للترشح لازم يلتزم بها المترشح من التوقيعات التوقيعات لا يعني التوقيعات هي المعيار أستاذ فتحي لأنه معيارت كتوقيع معيار نسبي بأنه عندك قبول لدى الشح رأي رأي بأننا نتحدث على جزائر جديدة وورانا فيه دستور جديد ونحب أن نكون الناس كامل متساوية مواطنين كامل متساويين اللي عنده الحق يتوفر فيه يتوفر فيه الشرط الطرشح أنه من الناس كامل تكون نبدأ وجزائر جديدة من جديد من الصفر من الصفر وهذا سيسمح أنه تبرز طاقات واحدة أخرى جديدة سياسيين جدد في الساحة السياسية إذن دعنا أيضا شريك سيد حمزة في قضية الأربعة في المائة أكيد هو رحي يزكيها لا لا ولكن هل جبهات المستقبل أو يعني أحزاب عندها جديدة هناك أحزاب جديدة ما عندهش أربعة في المائة ما عندهش في المائة عندها خيار قضية جمع التوقيعات هل أنت مع يعني نبدأ من الصفر لا توقيعات كما قال الأستاذ لا أربعة في المائة صدقني أستاذ زكي أنا بالنسبة لي هذه جمع التوقيعات والله غير ما عندها حتى لا أساس ولا رأس نقولك علاه إذا تكلمنا عن التوقيعات تعالى المنتخبين هم الشعب أصلا رفضين هذا الناس وهذا وقالوا الانتخابة راح يحلوا المجالس نرح نجيب توقيع من عنده اللي هو مرفوض شعبيا ما يكي قلنا مرفوعا أنه نروع العموم ولكن كاي الناس نوزاها وطلعوا وما نيش نهضر كراه قدامي خطأ نعرفه صح نازيه وطلع بالنازاه وبخدمته وبتعبه وبسمعته شفنا في البلديات ناس تاني كاي اللي تصدرت القوائم وما مدوا حتى صنطيم ودعوا البلدية بخدمتهم وبتعبهم وبرزقهم ولكن رغم ذلك بالعموم مدام راه قال لك أنت هذا المجالس مرفوضة شعبية ولازم أن تحل وندخلوا الانتخابات مسبقة لما تفرض نجيب توقيعات المنتخابين ولا نجيب توقيعات المواطنين الاستمارة الترس وتعال الناخبين لما نجيب توقيعات تعال الناخبين راك دخلتني في شكرا واحدة أخرى ولكن ما هو المعيار كيف ندخل إلى الانتخابات يا أخي أنا أعتقد أنا تعتقد أن تستطيع أن تأخذها بزمام أمورها وتنظم انتخابات مفتوحة على مصراحيه وما عنداش إدارة كفأة لتقدر تسيطر على الوضع ب أنا أريد إبعد الإدارة يا أستاذ لا لا فهمتنيش لما نتكلم تحب أن تكره أنت الإدارة هذه رأي جزء من الدولة وما هو عدونا ولا خصمنا لا هي عدو الانتخابات في قلية الانتخابات هناك سلطة مستقنية لا والله ما قضيت الإدارة العدوة الانتخابات هي السلطة السياسية لما تكون عندها إرادة باش ما تتزور الإدارة عندما تدير وإذا كانت عندها نية باش تزور الإدارة هي الوسيلة حتى الآن أستاذ لا أريد أن نكمل فكرة هذه فقط حتى الآن إذا كانت السلطة السياسية عندها إرادة باش تتزور والله أعطي لها ألف لجنة مستقلة لأنه لما تعمر بالتزوير تعمر رؤساء المكاتب ورؤساء المجال للمراكز وروح أنت لهذاك المندوب البلدي عندهم واحدة على مستوى البلدية واش يراقب لك أنت في كل مراكز مستحيل استحالة مطلقة إذن لما تكون عندها إرادة سياسية لكن كل ممثل الأحزاب السياسية المجتمع المدني سيراقبون العملية الانتخابية الباب مفتو أيضا أمام الشعب يراقبوا في العهدات السابقة وزوروا هم في حذاتهم أعطي لهم مية تنفيق لك تزور هذا هي الجورناع قضية كيف نثبت التزوير ما هي الأليات شوف يا أستاذ حتى قضية استمارة التوقيعات هي طريقة مقننة لشراء الذمم لإرشاء المواطنين رشوة رشوة أراوي سن يلوم بمئة ألف مئة ألف مجموعة كين مجموعة تخدم هذا الخدمة مختصين في هذا العملية يجمعوا التوقيعات ويجوا يبيعوها المترشح إذن هذه العملية ما عندها حتى أساس والأعراس عملية مقننة ماذا تختارح أستاذ فتحه أنا قلت لك في البداية أن نفتح مثلا نفرضه أستاذ والبعض يقول لك نفرضه كان أكثر من مئات حزب سياسي الآن أو أكثر من تسعين حزب سياسي مع القوائم الحرة كان مئة وخمسين قائمات تقدم حتى الناخي بيدوخ لما يصبح لما لا على الأقل يكون هناك فرزة لما لا أي مواطن عنده الحق أن يترشح قوائم الدير قوائم حتى لوكات مئتين قائمة السلطة للشعب للجنة المستقلة عندها المسئولية لتنظيم هذه الانتخابات تأخذ الإجراءات التاحة اللازمة لديوزمه ولكن نحن أيضا الحق نال 6 و 5 وقت ما وقت ما الحق نال 6 و 5 غير طريق الانتخاب غيرها عندك نماذج كثيرة لنماذج الأمريكي السنة يزوج ملاير نسامة حتى عن طريق المقرسة ناس كل تفوت الانتخابية العملية الانتخابية الانتخابية عندهم عندهم أكثر من زوج ملاير نسامة وطريق الانتخابات تفوت في كل ريح وكل شيء إلكترونيك ما التعب لا إدارة ترسلنا البشرية مولو أنا قلت لك شوف كل حلول متوفرة كل حلول تما تخلقش عراقيل الشاب طموح حبي يترشح لأنك لا تقدر المسؤولية لكي تسير الانتخابات تاك يا أخي يا تاك لا تقدر المسؤولية لا تقدر المسؤولية لنماذج خير ربي نماذج على نحن الراخيم مريكان عندها نموز انتخابي إلكتروني وبحتى بالبيلتا عندك لا تقدر تتاقل في بريات تنتخب في بريات ومعثها عن طريق البريد كان انتخاب الإلكتروني البصمة الإلكترونية كان عدة مسائل تكون انتخابات والله لا تأخذ أكثر من ساعة زمن مهم مش قاعد تلقا محتى كي يكون عندك مئة قائمة يعني انت مئة القائمة جتك سعيبة باش لأخرها وكي يكون عندك في بلدية عندك مليون ناس ما جتك سهلة باش يفرز مليون صوت لنفس العملية قضية إرادة فقط قضية إرادة وآليات بالنسبة للناخب قد يمل يعني 300 قائمة و400 قائمة أمامه نعم 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 نرجع إلى غابير الناخب إذا حب يفرض سلطه سلطه ما عليه إلا أنه يتمعان ويبقى قضية التزوير أستاذ لا تعتقد بأنه البعض يقول لك الآليات كيف نكشف التزوير كان هناك تزوير في وقت سابق يقول لك نعم 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 سابق اختصار شديد نعم تزوير في تكديس السناديق يوجد لدي سجل 151 مسجل ونعم في 150 لدي 10 عسكر كانوا يسكنوا هنا وعند 10 200 وعند 10 بدل إقامة ثم نعرف لديه خمسين واحد. مكاشهم. نجد بيتات تحملهم. نستغل الفرصة. أنت ذكرت الميتين والميتين في القوائم الانتخابية. هم من الوفاق الجمالية. هذا هو الوفاق الجمالية. الناس ميتا يفوطيوا لهم. نضم في هذا النقطة بالذات. تفطن اللجنة التي ساغت هذا الاسمه. إلى عملية بوراجعة القوائم سنويا. سنويا. من الثلاث الأخير من كل سنة. وعلى البلادية المتوفية فيها الشخص. أنها تبلغ السلطة المستقلة. وحتى المجانين أيضا. فمت. وعلى العدالة أن تبلغ السلطة المستقلة. بالمحكوم عليهم في أحكاب موضوعية. هذه القوائم ترسل لبناء بالعام. هم يعطي الوضعية جزائية. لأنهم مقصيين. المفروض أنهم مقصيين من العملية الإنتخابية. فهذا الحالة إذا الإدارة مشيت في هذا السياق. وفي هذا الطرح. راح نقضي تقدر تقول 60 إلى 70% من العملية تتزوير. يبقى التزوير داخل المكتب. إذا اتفق رئيس المكتب والأعضاء اللي معاه على التزوير. وأين المراقبين؟ ما كان حتى. مراقبين تعلق الأحزاب. إذا اتفقوا أنهم يزوروا يزوروا. فسيتم التزوير. فهي سيتم التزوير ولا أحد يقدر يمحون من ذلك. في عجال أيضا أستاذ حمزة قضية الدائرة الانتخابية. ممكن أنه في المادة 122 من المسودة الموزعة على الأحزاب. يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. ممكن أن نلجأ إلى دائرة الانتخابية يعني بعض مثلا ولاية توزع إلى دائرتين أو ثلاثة أو أربعة حسب الكثافة السكانية. هذا النمط جيد؟ هذه مذكورة في الدائرة الانتخابية في الخارج. لا حتى في الداخل هنا من بلدية يعني خارج ما. في الداخل أستاذ سمحت لي. أولا يجب أن نراجع الدوائر الانتخابية. لأن كل البلديات كل الدوائر كل الولايات زاد عدد السكان تحتها. خاصة بالنسبة للجزائر العاصمة أو بعض الولايات المجاورة. وبالتالي أصبح عدد المقاعد لا يساوي عدد الكثافة السكانية. يجب أن تراجع الدوائر قبل الانتخابة. قبل الشرافية. لازم لعل إحصاء سكاني. إحصاء دار مؤخرا. أخر إحصاء العمل اللي يفات. إذن في هذا الحال على وزارة الداخلية أنها تعيد النظر في الدوائر. أما بالنسبة لمقاعد خاصة في البلديات والمجلس الولاي ما كانت مشكلة. يبقى المشكلة في المجلس الشعبي الوطني. كما تحديده في هذا المسودة قضية عشر اللي. يعني المقاعد وزارة الداخل السكانية. المقاعد كل وصمه. ولكن قلت لك الكثافة السكانية زادت في بعض الناس. إذن لازم تعدل. أما قلت لك فيما يخص المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأمة. يجب إعاد النظر نضم هذه عملية تقسيم الولايات إلى عدد الدوائر. هذا يمكن نعم ليس الشعب. يمكن هو مطروح للمناقش. يمكن أن تقسم إلى دائرتين أو ثلاثة. قد يكون جهتها الشرقية فيها كثافة سكانية كبيرة. وجهتها الغربية. نأخذ كمثال ولاية تيبازا. ولاية تيبازا. الجهة الغربية الكثافة السكانية تحق قليلة. إذن في هذا الحال راح نمد أكثر عدد مقاعد من الجهة. وهذا ما فيهاش. كريم أخيرا في هذا الخصوص سترد. لا فقط هذه الضواء الانتخابية مراعاة للتوازن في توزيع المقاعد المنتخبين. مثلا في المشعب الولائي كانت تجد جهة عند كثافة سكانية قليلة. وجهة كثافة سكانية كبيرة تجد عدد المنتخبين مثلا في المشعب الولائي من جهة أكثر من جهة. بعض الناس هذو يخططون غير مشاريع التنموية غير في جهة معينة. وبالتالي باش ينحيوا هذه المشكلة في عدم تكون عدة ضواء الانتخابية في جهة شرقية مثلا ما فيهاش كثافة. يلموهم قاع في دائرة انتخابية واحدة باش يخرجوا. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ حمزة برس الناشط الحقوقي والسياسي. وشكرا أيضا موصول البرلماني فتحي كوشي. شكرا جزيلا لكم. وشكرا أيضا موصول لكم أنتم السادة المشاهدين. نلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء.